تقولوا في همس التعتاب يا فندم يا فندم قرأ التقرير بكماعهم أريته أريته حبه حبيته يا فندم ما حبك مش من قلبك لا، كدا مش من قلبك ما حبك فيه يا حظابت أنا ماري وما زروف للعيال العائلية أنا حتبناهم أنا ما تمنى زروفهم أنا كل اللي همني المخدرات فين المخدرات يا حظابت فين المخدرات فضل فضل كان هرق اسود ومليل إيه اللي انت شايله ده؟ فرش فرش فرشة حشيش يا فندم ماريكت سيبها وخدها يوم السبت دعم؟ لو مش فاضي السبت خدها لحد أمان يعني شكلك هيحبسنا الاتنين الصبح إيه ده؟ يا فندم دالله هيوصلنا طريق المخدرات توليفة عملها عند العطار كده وعملت كده اللي ليه؟ اللي ليه تزنقت العيالة توردت معاهم يعني وعايزين يعملوا دماغ بنا دي وعلى حسابي فتصرفت انت جننت بقى بدل ما تعرف العيال دي بيجيب المخدرات من اين؟ تستغلهم انت تجري مخدرات؟ وبعين العيال مضمنين دول حيأثر فيهم شغل العطارين اللي انت عاملوا الفالس ولا يا فندم ده مفعوله كده استنى مفعول ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه؟ انت انا لففلك جوينت الصباحة مين؟ فلتر كارتون عريه اول ما تصحى ولح انا ما بشربش الحاجات دي يا فندم اسمع مني ما بشربش الحاجات دي؟ حول عهولك قال انت ثابت يا هزابت بتاع لي ما تقول لحش بيتي يا عبرك يا فندم انا هحاولك للتحقيق فورا يا فندم انا هوريك شغلا عكس فل انت فيها يا حازم حازم حبت ايه؟ في ايه حازم؟ معلش يا عبي اصلا انا سمعت بسيونو بزعق فقلت يمكن بزعق لحضرتك فاندفعت يعني لا عبرا احنا كنا بلشغل انا وبسيوني هوري بسيوني الحرز دي رجعوا المكتب عشان نبقى نعدمه عشان نعدمه بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه مش فهمة علشان حقنقه قبل ماعدمه عشان مش عاوز يفهم الحرز ايوه علشان حقنقه ايوه 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 ابو كارتونة اه كده حضربه بالنار قبل ماعدمه تعال ورايا الحرز ايوه حاضر ما تشنقه احسن يا باشا انا مش حسام ان انا تكتل تحقيق انا حضربك بالنار يا فندم يا فندم افهمني ما قداميش حل تاني لازم اعمل حفلة عند ساعاتك انا في البيت ده انا لو مراتي عرفت حتيت بحني يا فندم عشان المهمة دي تنجح انا عايز قلبك يبقى قلب اسد ما غربش تفوت في الحديد مش ده كلام ساعاتك اللي قلتهولي وانا لا يمكن اسمعلك انك تحول البيت الجرسونيرا البيت ده اللي عمره ما دخلي فيه واحدة ست غير مراتي والشغالة واحيانا حماجة ده انا واعتبرت ان دول ستات جاي بعد العمر ده كله تدنسوا انت خلاص يا فندم مفيش مشكلة انا هطلع السيد مساعد الوزير احطه في الصورة وافهمه ان المهمة بتبوز عشان ساعاتك مش متعاون معي اعلمة في خيلك اركبه ده حازم اما لها يكون عمر عم عم شانا باستباحتك جوركا بوكرتون يا فندم الاستباح اللي عملها لك بتاعت العريق دي يعني كان زماني انا مطرحه فندم اناب يا فندم اعمل معروف بقى خلينا جيب الولاد هنا ونعمل لحفر حتفضع انت بتقولوا ده لا يمكن يحصل انه على جسد دي موسيقى 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 في ايه يا خلفني في دا العائلة هياخدوا بالهم بله جاريت يا اخي هياخدوا بالهم واريت يكون عندهم الدم وياخدوا بعضهم ويمشوا هي دي الحفلة اللي عداية جايبلي كهارب ومزمار بلدي قول لله حفل الظهور يا سيباسيوني دا التناصي جبلي حصان في البيت والله دورت ما رقيتش ولا حصان في البيت دا رقوا التناصي بالنار انت هو حصان في بيتي انت مجنون لتنجم معلشتي عشان المهم انت انسيت يا احناك مهمة يا باشا بقى العوني امو ديه مهمة باقوليك يا جراء انت باسيوني ولا زفت بفكارك قبل الساعة 13 تكون مصرّة بالكلاب الضالة بتاعتك دي من هنا اتناشى المال الحاقش اللي بقى لسه فكرة الساحر ساحر؟ ايوا لو هتا هتجبلي ساحر كمان ساحر هنا بماتي فاندم زي يوم الحرز جايين اه وايه ازاك ابو العزايم وايه الامثان دي المسخرة مية وبحر يا رجل دا احنا بريدنا يا رجل ايه باسيوني سايباننا وقفين هنا ليه بقى سايبانكم معقولة دا انا كنت باكلم مع عزمي في موضوعك يا جماعة هف هف فل البيت بيتكو قد رحلكم تكسروا الحطان اعملوا لكسوكو فيه انا كنت خايفة يعني لايكون القبطان عزمي بي يعني متضايق من وجودنا ولا حاجر القبطان عزمي بي لا لا يا جماعة احنا نشيل كلفة بقى قولوا يا واضي عزمي يا منعزاج يا زوجة عزمي دا راجل هلاس طول عمر ويحب الهلس مش كده ولا ايه اه طبعا هف فن هف فن هف فن عن اذنك بقى يا عزمي باشا انا وانجي عزين نقول كلمتين كده على جنبها طيب واه هاتبني هنا لوحدي ايه ميا خدي راحتك عالاخر ميش دا يا ميا عالاخر ميش دا يا ميا عالاخر طبعا 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 انا خلاص كررت اتعلمني الغطس يلا غطسني غطوسة ايوه مفيش انا بيه بقتشيل الحم دا هحاول اشوفلك فنتاس يقدر يشيل ان شاء الله لا انا عايزة اغطس دلوقتي فين هنا في الشقة عاوز تغتصي في الشقة يعني انا مش اغطس كسرت المكتب اه الله حلو قابل جودة بس يوني انا فعلا كنت محتاج التغيير هو يعني اه هو دا التغيير من وجهة نظري افكورس واحد يعني لازم كل فترة كده يغير من موته يعني يعمل كده حاجة اوريانتل وشان ما يزاقش بس اه بس اه على فكرة يعني التغيير ممكن يبقى مش من بره بس اه بس يوني انت عمرك حبيت بجد هو فيه حب بجد وحب كده كده طبعا الحب اللي بجد هو الاستعيل الواحد يتغير على شانه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي انت لابسي بساعد حلو طبعا يا باشا ماشي مع الشبكة اللي برا شبكة ايه؟ الشبكة يا باشا اللي برا يا باشا عشان كده حضرتك حاطتني في الأداب عشان اتسطر على جرايمك يا باجم افهم انا فعلا ابتغيت اجراءات نقلك بس انت ساعدني نقل ايه يا ابي وتكلفة ايه؟ كنت مثل الاعلى وخلاص الهارت يا سفاح الاندر ادج اخرس ولد حازم عزمى عزمى حبيبي وحشتانى عزمى انت نعمت ولا ايه؟ روحي الوقت بواحشتك شى حبيبي ايه ده؟ فضيع؟ اضيع Republic اسرارك تتبعتك موتى حبيبي باقولك اي من令د ما بين تHAMえば ما فيسير جواك اي مشاعر ناحيتي مين دي يا عم المسير؟ دي ايه دي؟ ودي مجموعة من الأندر ايج جاية تسلم عليها اه لسينا وفاكة باشا ايه نعم طول عمر اللي ولاد معايا باكل شكري الشايب كده هو والله يقش طيب بعد يقول اقش جاي وفيه جوكر واي فوراك ايه ده؟ مين ده؟ انا ناجي صاحب عزمي كنت معاه في الفصل مش معقول يا فندي حكاية الرحلات دي زادت عن حدها قوي لدرجة انها بدأت تأثر على مستوى التعليمي للجامعة ما تيجي نتكلم بصراحة انا فاتح الجامعة دي بيزنس افيد التعليم اه انما المكسب بمره واحد عندي وعشان نكسب لازم نزود موارد الجامعة رحلات حفلات مش هنصرف على الجامعة من جبنا يعني بس احنا دلوقتي بنعمل رحلة كل اسبوع يا فندم واحتمل قريب يبقوا رحلتين في الاسبوع مش الطلب عايزين كده انا تحت امرهم احنا لازم نفرغ طاقتهم المكبوتة لان كبتها في خطر على مستقبل مصر الكلام ده مش مظبوط يا فندم وبيتجاوز كل الخطوط الحمرة سوري انا مضطرق الغي الرحلة دي انت انسيك نفسك ولي يا دكتور تفضل وعلى فكرة انا كنت صريح معاك من اقول لحظة ده مشروح استثماري انت تهمله صح انت يا رئيس تمام كده قل نلغي الرحلات ده عايز يخرب بيت ابونا ده ولا ايه انا كده خلص المنهج تزاو في صفحة واحد وصفحة ستة وتلاتين والباعي مشتوب يلا باي على النات بقى ايه مخرب بيت شرطك يا بسوني يا ريتني ما كنت اسمعت كلامك ايه يا عم في ايه عادت تقولي خل ابوك تقدم لها رسمي روح تقولت لابويا قال لي جواز مين دلوقت يا فاشل ابوك قالك يا فاشل ياه ياه ده قالو يا فاشل هو قتله وغايتها جاءت على كده وبس ده قالك ما أنا بصرف عليك علشان خاطر امك روح بقى خلي غنك كباريات انفعك لأ حمزة تأكن ده بوب عشان هو كده كرهك بجد انا مش عارف عاملها باسيون باسيونة انا لو ما خدتش امل انا ممكن اموت لا انا مش عارف انا ممكن انتحر باسيونة باسيونة انا ممكن انتحر صدقني يا عميه ده يا عميه هنتصرف يا حمزة انا عايزك تهدي باسيونة انت مش حاسب اللي جوايا انا لو اوامل سبيتني هنتحر بجد ايه عمي اليقص اللي انت عايش فيه ده شوف هو واحد هو واحد فقط اللي بلجأ له في المواجه في الصعوة ده انا يا فندم لو لفيت الدنيا مش هلاقي زوجة لابن اختي اجمل وقرأ من الانسة رباب اه فوزية اه فردوس امن رمين انا امل من الانسة امل ربة الصون والعفاف امل وانا كمان سعيد اوي 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 معرفة ابن حضرتك لا هنا ده نظر ضعيف ده ابن حضرتك وخصوصا لما عرفت ان اسمه الجميل ده حمزة يا سلام اسمي فيه حمز كده فيه ايه يا فندم فيه حمز اه فيه حمز اه انا عندي سؤالين اه اوي اوي احنا جازين مش جازيني اوه اه اه طبعا طبعا الاستاذ حمزة بيشتغل ايه اه الاستاذ حمزة بيشتغل ايه لا بعيد عنك ما بيشتغلش الفترة دي يا فندم يعني ايه اه متجوز بنتي عشان تصرف عليه لا لا انا مسمح لكش انا قلتها لا لا مفضلك فيه يا استاذ المساعي ده لا لا يعني ايه ست تصرف على راحة اخدي عصابك اعقلوا كلمة اخدقص نفسك فيه يا استاذ اعقل الكلمة قبل ما اتخدقص امت حاجة غالفة ايه ايه بنت تصرف النبي انت عندي تصرف انت عندي عصابك انت عندي عصابك انا مغلطوش يا استاذ يا جماعة معقولة انا مخلمتوش يا عزمي عزمي ايه تراخن يا جماعة هدعين وصابتنا طيب يعني الاستاذ حمزة معا ايه 128 سماوي 31 خضراء بيدور وهيقصق قريب ان شاء الله معا ربنا يا فندم كلنا معانا ربنا في الاعدل ونعمة بالله انا قصد نعمة هو خريج ايه حمزة مطرب يا فندم مطرب والله ايه مال بيعرف مالي ده انا مربيه على الطرب الاصيل وهو قد كده الله يا سلامه سيد درويش كامل الخلعي حسن ابو لغد علي علي طب نسمع حاجة بقى من الغنى القديم هادر تندمني على الايام على عمر ضيعته على الاوهام هادر تندمني على الايام على عمر ضيعته على الاوهام هي يعني تظلمني ايه ده ايه ده مين ده انا ما عرفوش مين ده يا ابن اللي انت بيدرنيله ده ايه ده دي راعة من رواعة الاستاذ محمد موحيد دين ابو العز دي حضرتك عام لأهل ارادات في المهندسين اسأل شهاب ولا انت ما بتنزلش طيب ان شاء الله لو حصل نصيب انا عندي طلب من الاستاذ حمزة تاني معلش تاني طلب تاني طلبتك كثرت لا بجد طلبتك كثرت ابعد عن مساعد ما بترفيس نفسك اتبعلك زلحة اقعد يا عزمي بابا انا قصد يعني انه لو اتجوز ما يغنيش ايه يا باشا انا اصلا ما بحلبش الغنى يغيبني على امال بس ابوس ايدك يعني ايه دفن من كلا ان ساعتك موافق ايوه نقرر فتحا نقرر فتحا اشتركوا في القناة